مرحبا بكم أصدقائي في درس اليوم وهو درس خاص بالمبتدئين في تعلم اللغة الإنجليزية درس أساسي ومهم جدا الفرق بين he, his, and him هناك الكثير من المبتدئين يخلطون بين استعمالات he, his, and him إذن هذه السلسلة كما قلت للمبتدئين وسبق وأن شرحت الفرق بين I, me, and my كذلك الفرق بين you كفاعل و you كمفعول به وأيضا you're سأترك لكم رابط الدرسين في صندوق الوصف، أوكي؟ جيد بالنسبة لي he يعني هو إذن he يعني هو بالتالي he هو ضمير الفاعل إذن هذا هو الفاعل أوكي؟ مثلا مثلا he is my teacher هو أستاذي إذن هذا هو الفاعل verb to be he is my teacher هو إذن لاحظوا هو يأتي قبل الفاعل مثال آخر he learns English يتعلم الإنجليزية he learns English قبل الفاعل مثال آخر he reads books يقرأ الكتب ستلاحظون بأننا نضيف s بعد الفاعل قلنا learns reads لماذا؟ لأن هذا هو تصريف الفاعل مع he في present simple أوكي؟ تحدثت عن جميع الأزمنة في سلسلة خاصة سوف أترك لكم كذلك رابط سلسلة الأزمنة في صندوق الوصف إذن he يعني هو وهو يأتي قبل الفعل دائما إذن he يعني هو نمر الآن إلى his بالنسبة لهز تدخل ضمن possessive adjectives إذن هذا صفة ملكية أوكي؟ هذه الكلمة تأتي قبل الأسم إذن تأتي قبل الأسم فنقول مثلا سيارته سيارته his car منزله his house أوكي؟ his house مثال آخر his father أبوه his father مثلا ماله المال هو money ونقول ماله his money yes his money his money إذن his تأتي قبل الأسم لكي نبين أن ذلك الأسم ملكه أوكي؟ مثلا اسم name اسمه اسمه his name في حالة إذا أردت أن أقول اسمي my name اسمك your name ولكن اسمه his name أوكي؟ إذن his possessive adjective نمر الآن إلى him بالنسبة لهم فهو ضمير المفعول به object pronoun ضمير المفعول به يأتي هذا الضمير بعد الفعل إذن ضمير المفعول به الخاص به هو يكون him هذا ضمير الفاعل هذا ضمير المفعول به إذا كان هو المفعود به في الجملة نستعمل له him مثلا I teach him أنا أدرسه I teach him أوكي I invade him أنا أدعوه I invade him I invade him إذن أنا أدعوه إذن يكون هذا الضمير بعد الفعل بعد الفعل مثلا we نحن we نشكره we thank we thank him أوكي we thank him مثال آخر we speak نتحدث we speak to him نتحدث إليه we speak to him إذن هو المفعول به في الجملة نحن الفاعل we إذن آمل أن يكون الدرس واضحا he هو subject pronoun his هو possessive adjective و him هو object pronoun بمعنى لدينا هو أوكي حينما يكون فاعلا في الجملة هذه الكلمة تعني تعني هو إذا كان الفاعل في الجملة أما إذا كان هو يملك شيئا فإننا نضيف has قبل ذلك الاسم المملوك لدى هو أوكي أما إذا كان هو مفعولا به في الجملة فنستعمل له هذه الكلمة him بعد الفعل إذن he قبل الفعل has قبل الاسم بعد الفعل إذن آمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس لايك الفيديو واشتركوا في القناة وشاركوا الدرس مع أصدقائكم حتى تعمل فائدة وإلى درس مقبل